بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين، هويتي وشعاري أيامكم سعيدة ونحن نقترب من أيام شهر رمضان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق نحن وإياكم لصيام نهاره وقيام ليله وأن نعيش أجواء روحانية ملكوتية مع ذكر محمد وآل محمد من أقوى النذورات في ليلة الجمعة لأب الفضل العباه سلام الله عليه هو أن تهديه ألف صلوات محمدية تقرأها نيابة عن الإمام الحسين عليه السلام وتهدي ثوابها لأب الفضل العباه سلام الله عليه كما يقول آية الله السيد أحمد الخوانساري بأن من أعظم الهدايا عند أب الفضل العباه سلام الله عليه ما يهدى له من قبل أخيه الحسين عليه السلام لأنه سيده ومولاه وقائده وحبيب قلبه لذلك عندما تصلي على محمد وآل محمد ألف مرة تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نيابة عن الإمام الحسين وتهدي ثوابها لأب الفضل العباه سلام الله عليه ثم بعد ذلك تنوي ماذا؟ تنوي أن تطعم بيتا من الفقراء شرط بيت من الفقراء أن تطعمهم طعاما على قدر الإمكانية ليس إلا طعاما فاخرا لا لا على قدر الإمكانية شرط بيتا من الفقراء تطعمهم طعاما على حب مولانا وسيدنا أب الفضل العباه سلام الله عليه تقول بنص العبارة لله علي أن أطعم بيتا من الفقراء وأهدي ثوابه لمولاي أب الفضل العباه عليه السلام رجاء حافظ على نص هذا النذر لله علي أن أطعم بيتا من الفقراء على قدر ما أستطيع وأهدي ثوابه لمولاي أب الفضل العباس عليه السلام إن شاء الله هذا النذر لا تمر عليه الليلة أو بعض ليلة إلا وقضى العباس عليه السلام بشفاعته عند الله سبحانه وتعالى جميع حوائجك برنامج صباحة لأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام